من باريس ينضم علينا دكتور إسماعيل خلف الله الكاتب والمحلل السياسي دكتور إسماعيل هذه المرة يقر للتحاد الأوروبي إرسال مراقبين وهناك أيضا عسكريون سيتوجهون إلى ليبيا لماذا برأيك يحرس الاتحاد الأوروبي على أن يتم الأمر تحت مظلته لا تحت مظلة الأمم المتحدة مثلا في البداية أحييكم وأحيي المشاهدين الكرام حقيقة أن الاتحاد الأوروبي الآن ينظر إلى مسألة الملف الليبي على أنه من اختصاص الاتحاد الأوروبي على أساس خاصة عندما رأى تدخل أو دخول تركيا على الخط مباشرة وروسيا الآن الاتحاد الأوروبي يرى بأن الخاسر الأول إذا لم يتم إقرار أي عملية سلام وأن عمليات الهجرة غير الشرعية ستكون باهظة الثمن على عاتق الدول الأوروبية وبالتالي فهم ينظرون إلى أن هذه القضية القضية الليبية هي تهديد الأمن القومي الأوروبي من خلال قلت من الهجرة غير الشرعية ومن خلال الجريمة العابرة للحدود الآن الاتحاد الأوروبي يرى أن هذا المؤتمر لندن الذي خرج بإقرار هدنة هذه الهدنة ووقف إطلاق النار لا يمكن أن يكون على الورق والتصريحات فقط لكن يجب أن تكون هناك قوة تراقب هذه العملية وتسيرها وتتابعها وبالتالي هم الآن يحذرون لهذا ربما تكون قوة عسكرية وهم يطرحون هذا الطرح على أساس أن تكون القوة العسكرية تكون تحت الراية الأوروبية لا أن تكون عن طريق الأمم المتحدة فهؤلاء كل هذه الطرحات يطرحونها بقوة ويرفضون من خلالها التدخل أو الدور أنقرة ودور موسكو الذي برز مؤخرا وأصبح الاتحاد الأوروبي وكأنه على الهامش في هذا الملف بالتأكيد دكتور اسماعيل نحن نتحدث عن تبعات مؤتمر برلين لأنني ظني أني سامعتك ربما عن طريق الخطأ تتحدث عن مؤتمر لندن تقصد بالطبع مؤتمر برلين وإنما هذه المرة أيضا السؤال هو نعم هذه المرة كذلك دكتور اسماعيل ستراقب أوروبا الاتحاد الأوروبي سيراقب ببعثته على تنفيذ القرار الأممي بحظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا ماذا لو وجدوا هؤلاء الخبراء والعسكريون وجدوا كمية السلاح الرهيبة الموجودة حاليا مع حكومة الوفاق التركية الصنع مثلا هم الآن هل الاتحاد الأوروبي ينظر إلى هذه القضية على أساس أن وقف إطلاق النار ولم يتم التوصل إليه خاصة أن طرفي النزاع لم تستجب لهذا وأن الحل يكمن في أن يتم حضر توريد السلاح سواء لهذا الطرف أو لذاك والاتحاد الأوروبي الآن ينظر إلى أن هذه العملية يمكن أن مراقبتها عن طريق ما يسمى بتفعيل عملية صوفيا هذه العملية التي انطلقت في 2015 وتم توقيف العمل بها في 2016 العام الماضي على خلفية أن إيطاليا رفضت إنزال أو المهاجرون الذين أنقذتهم السفن العسكرية وتم توقيف هذه العمل بهذه الوثيقة الآن ربما ينظرون إلى أن هذه المراقبة الأوروبية للمياه الإقليمية الأوروبية على أساس أن تكون لهم دور فعال في الحد من توريد السلاح سواء من تركيا أو لحكومة السراج أو لجهات أخرى إذن فالآن الأوروبيون يريدون أن يفرضوا منطقهم وهو أن الكلمة الأولى سواء إذا كان هناك حل سياسي فهم سيساهمون في هذا الحل السياسي أشكر وإذا كان هناك حل عسكري نعتقد أنهم يحذرون أنفسهم لأنهم الآن ينظرون إلى إنشاء الذهاب إلى إنشاء قوة أوروبية عسكرية والتقرير ورد في تقريركم على أن هناك قيادة عسكرية سترافق هذه الهدنة التي سيراقبونها في الأيام القادمة دكتور إسماعيل خلف الله الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من باريس فشكرا لك اشتركوا في القناة